وعقب تفقده المتحف المصري الكبير توجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى منطقة مصر القديمة لمتابعة سير العمل بمشروع حدائق الفستات واستهل رئيس الوزراء جولته بالمشروع بالإشارة إلى حرصه على المتابعة المستمرة لهذه المشروعات المهمة التي يستهدف تحويل منطقة الفستات إلى منتزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزوار تمثله الحديقة من إطلالة على تاريخ مصر لتصبح مقصدا سياحيا يعكس عراقة الحضارة المصرية وأكد مدبولي أن هناك حرصا شديدا على متابعة سير الأعمال بمختلف مكونات المشروع بصفة دورية من أجل الوقوف على حجم الأعمال التي تم إنجازها والمعوقات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ لإزالتها ودفع العمل بهذا المشروع الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية